كيف تفهمون وتفسرون كلام الصدر بأن العراق باق أسيراً لألفساد والتبعية الخارجية هل تعتقدون أن هذا الكلام موجه بالدرجة الأساس للإطار التنسيقي بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم لمشاهديكم تغريدات سيد الصدر مستمرة وهي مناسباتية لعله التغريدة الأخيرة التي تشيرنا لها جزء من الاستذكار التهنئة بعيد الأضحى وجاءت هذه العبارات من سياقات العبارات التي يطلقها سيد الصدر لا يوجه كلام إلى أحد ولو كان يريد أن يوجه الكلام إلى أحد قال قد سماه بشكل مباشر وهو سمى في مرات سابقة لكن في هذه المرة هو يشير إلى حالة عامة جزء من خطابة الذي يريد أن يوحي إلى جمهورة بالشكل الأساس أنه لا زال موجوداً رغم انسحاب نواب من البرلمان وأنه يشخص حالة هي أصلاً مشخصة من قبل الجميع والجميع يسعى إلى أن يتخلص منها نعم هناك ملاحظات على العملية السياسية في العراق هذه الملاحظات هي مشخصة من قبل الجميع واستذكارها لا يعني أنها موجهة إلى أحد لكن الجميع دائماً ما يصدح بها في سبيل أن تكون الاتفاقات والخطوات القادمة هي في سبيل معالجة هذه الأخطاء وهذه الهنات في العملية السياسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر